نصف عقد مر على ميلاد صوت اليمنيين في أعالي الجبال البعيدة والقرى المعلقة على جباه الصبر دوى ذلك الصوت ونقش أثره للتاريخ حيث الأحلام والمعاناة والتعب في السهل والصحراء تتلمسها بالقيس في الريف والحذر حكايات كثيرة ومنذ انطلاقتها الأولى قبل خمس سنوات اخترت بالقيس أن تكون صوت الناس بريد المنهكين من ويلات الحرب ولعلك التحدي الأكبر في زمن مصادرة الحريات وتكميم الأفواه المصداقية وجودها دائما في قلب الحدث بدليل فئة بالقيس موجودة في أكثر من جونب في الجانب العسكري في الجانب السياسي في الجانب الإنساني وجود متميز وقوي جدا لهذه القناة قناة بالقيس قناة جامعة لم تنحز لفئة أو لجماعة أو لفكر معين وإنما كانت قناة نستطيع أن نصفها بأنها قناة الإنسان الإنسان محورها الأول تنقلت معه ولأجله ورصدت مخيمات النزوح من الجوف إلى مأرب ومن التحيط إلى لحج وحجة الأطفال والنساء الأرض والفلاح يوميات شاقة ترويها العدسة وتنقل تفاصيلك الكاملة بقدر عالم من الأمانة متوخية إظهار ملامح الأمل وكسر حالة الغرق في المأساة ورغم التحديات والمخاطر خلال أعوامها الخمسة احترفت بالقيس في تغطيتها للأحداث خطابا ومحتوى مغيرا يحترم عقل المشاهد بدرجة الرئيسة وسط تجذبات أطراف الحرب حيث تحتاج الحقيقة منبرا لا تهويلا أو تحشيدا خناة بالقيس تعتبر إضافة جديدة في عالم المهنة ما زالت حتى الآن بعد مرور خمس سنوات تحترم العمل الصحفي وتحترم المهنة الصحفية خمس سنوات كانت بالقيس هي الأقرب منها إلى الناس والحقيقة وهو الامتحان الصعب الذي تجاوزت معه منفاغ الإطراري ومقرق خارج البلاد لتقدم قوالب متنوعة في تجربة مميزة تتقدم الشاشات اليمنية إن لم تنفرد بها وفي كل عام تشهد تطورا ملحوظا بحسب المشاهد لتظهر بحلة جديدة في الحرب أو في السلم ننقل معاناة الناس أفراحهم وأحزانهم وننقل الحقيقة كما هي دون تحريف أو تغيير ويبقى الإنسان محور تغطيتنا رغم المخاطر ووسط تجاذبات أطراف وتحالفات الحرب على الجرادي قناة وكيس المعرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر